السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو والذي نتحدث فيه في إجابة أسئلة الوحدة الرابعة النقود والبنوك فابقوا معنا عدنا إليكم من جديد نبدأ مع هذا السؤال عرف كل مما يأتي الودائع الآجلة حساب مصر في يتقاضى عليه الموجع نسبة معينة من الفوائن شريطة عدم سحبه قبل نهاية المدة المقررة ودعى لأجل أن يضع هذا الشرط هذا المبلغ في البنك مقابل مدة معينة مثلا مدة سنة سنتين ثلاثة على هناك شرط بينه وبين البنك على آلية أختار المصرف التجاري مؤسسة مالية على شكل شركة مساهمة عامة تقوم على تلقي الودائع باختلاف أنواحها شركة مساهمة عامة أن يجوز لأي فرد من أفراد المجتمع أن يشتري أسهم من هذه الشركة تقوم على تلقي الودائع باختلاف أنواحها من الأفراد والمؤسسات وتوفير الأموال للجهات التي تحتاجها على شكل قروض هنا تتلقى الودائع لأجل ودائع حسابات التوفير مثلا حسابات جارية تتلقى الأموال من أفراد المجتمع في المقابل هذه الأموال من تتلقاها من الأفراد والمؤسسات في المقابل بتوفر الأموال للجهات التي تحتاجها الجهات التي تطلب قروض هي تعطيها هذه القروض بهدف تحقيق أقصى الأرباح أكثر أرباح مقابل أنه أنا بعطيه اللي أودع نسبة قليلة مثلا نصف المية واحد في المية مقابل بأخذ من اللي أخذ مني قرض أربعة في المية أو خمسة في المية وما شابه ذلك من خلال الفارق بين الفوائد المدفوعة على ودايع الجمهور والفوائد المقبوضة على القروض والتسهيلات الاعتمالية المصرف المركزي مؤسسة حكومية توكلها الحكومة بإدارة وظائف مالية كإزدار النقود والمحافظة على كمية عرضها ومتابعة كافة العمليات الخاصة بالمصارف التجارية البنك المركزي هو بنك البنوك هو البنك الذي يشرف على جميع البنوك وهو المختص بطبيعة الأوراق النقدية وبالتالي هو الذي يتلفها وهو الذي يصف هذه النقود وهو الذي يحافظ على كمية وعرض النقود في السوق ننتقل إلى السؤال الثاني عدد القوانين والأنظمة المنظمة لعمل القطاع المصرفي قانون المصرف المركزي قانون المصارف قانون تنظيم أعمال الصرافة ما الفرق بين النقود والثروة؟ النقود هي أي شيء يلقى قبول عام ويستخدم وسيط للتبادل ومقياس للقيم ومستودع لها يلقى قبول عام أي كل أفراد المجتمع تتقبل هذه العملة وتستخدمها تستخدمها وسيط للتبادل أي أستطيع أن أشتري القمح بهذا المال وأستطيع أن أشتري الرز وأشتري أن أشتري الفواكه والخضروات ومقياس للقيمة أي أن هذه الأشياء تقوم بقيمة بهذه الورقة النقدية ومستودع لها لو أنا خبيت أو ادخرت هذه الأموال بأحصل على نفس القيمة بعد مدة من الزمن ووسيلة للدفع الآجل أي إمكاننا نستطيع فيها الديون وغيرها والثروة كل ما يمتلكه الشخص من أوراق نقدية وعملة مساعدة ودخل وأصول هذه اللي تفرج عن النقود النقود عملة سائلة أما الثروة هي السائلة وزيادة عليها الأصول الثابتة كالأراضي والمباني وما يحصل عليه من داخل فكل نقود ثروة وليس كل ثروة نقود ننتقل إلى السؤال الرابع قارن بين المصرف المركزي والمصرف التجاري من حيث التعامل بالفائدة والتعامل مع الجمهور والهدف وطك النقود مجال المقارنة التعامل بالفائدة المصرف المركزي يتعامل بالفائدة في جميع معاملاته وهو الذي يحدد أسعار الفائدة في الاقتصاد أما المصرف التجاري فهو يتعامل بالفائدة أخذا وعطاء فهي أساس عمله أن التعامل مع الجمهور فالمصرف المنكرزي لا يتعامل مع الجمهور أما التجاري فأساس عمله التعامل مع الجمهور من خلال قبول الودائع الهدف ضبط أعمال الرقابة والتوجيه على المصارف في الدولة هنا تحقيق أقصى الأرباح المادية سك النقود المسؤول عن سك النقود وإتلافها ليس له سلطة في سك النقود وإتلافها ننتقل إلى السؤال الخامس علل لكل مما يأتيه المصرف الإسلامي لا غنى له عن التعامل مع المصرف المركزي المصرف الإسلامي بحاجة للمصرف المركزي للحصول على التراخيص اللازمة لكي يكون معترض فيه ويتم التعامل معه ويلقى قبول لابد أن يكون مرخص من ضمن البنك المركزي كي يزاوي العمل وخدماته المصرفية وهو يخضع لسلطة وإشراف المصرف المركزي في التزامه بقانون البنوك كما يراقب في عدم تعامله بالربا أخذا وعطاء كما يسهل عمل المقاصة بينه وبين البنوك الأخرى هنا يراقب البنك الإسلامي في عدم تعامله بالربا سواء أنه يأخذ ربا أو يعطي ربا وكذلك بسهل عملية المقاصة بينه وبين البنوك عدم تأثر المصارف الإسلامية بأزمة الرهن العقاري بسبب أن استثماراتها حقيقية أصول ومباني وعقارات ومشاريع وليست وهمية كالاستثمار في الأوراق المالية الأسهم والسندات ننتقل إلى السؤال السادس قارن بين أنواع الحسابات الآتية في المصرف الإسلامي الحساب الجاري وحساب التوفير وحساب الاستثمار مجال المقارنة أصل عقد قرض إداع حسن بدون ربح مضاربة مطلقة أي نشاط يراه المصرف مضاربة مقيدة أنشط متفق عليها أما الهدف من الحساب الحساب الجاري الهدف منه السحب والإداع متى يشاء أما حساب التوفير الهدف منه الاستثمار والحصول على الربح أما حساب الاستثمار المخصص فالاستثمار والحصول على الربح المشاركة في الربح والخطار هنا غير مشارك هنا مشارك وهنا مشارك نسبة المشاركة في الربح هنا لا شيء لأن الماء ليس له أرباح هنا منخفضة وهنا مرتفعة السحب يجوز السحب في أي وقت يشاء وهنا لا يجوز السحب لضمن قيود هنا لا يجوز السحب وفي حالة السحب عند الضرورة يعرف بكسر الوديعة وله شروع ننتقل إلى السؤال السابع والأخير ضع دائرة حول رمض الإجابة الصريحة لكل مما يأتي ماذا تصبح النقود عند استخدامها في التعبير عن ثمن الأشياء؟ مقياسا للقيمة محتمالية تحقيق الكفاءة الاقتصادية النادج عن استخدام الشكات في تسوية المعاملات المصرفية أقل من استخدام النقود أي من الآتية يشكل الأساس الذي أسهم بشكل كبير في نشد وتطور المصارف؟ أفتقام من أين استمدت المصارف التجارية اسمها؟ من عمليات الإقراض قصيرة الأجل للتجار؟ ما نوع المنشأة التي يشكل على أساسها المصرف التجاري؟ شركة مالية على شكل شركة مساهمة عامة ننتقل إلى البند السادس ما المصرف الذي يشكل الملجأ الأخير لإقتراض المصارف التجارية عند الضرورة؟ المصرف المركزي ما النقود التي تصدر بمجاب أمر مباشر بالصرف المصرفية؟ ما السبب الرئيس في ظهور النقود المساعدة؟ مساعدتها للنقود الأخرى في تسهيل المعاملات؟ ما الحساب المصرف الذي يفتح لتشجيع صغار المستثمرين على الإدخار؟ حساب التنفير فيما تتمثل استخدامات المال في المصرف التجاري؟ أصول المصرف ما المصرف الذي يعد من المصارف الأجندية العاملة في الاقتصاد الفلسطيني؟ البنك العربي ننتقل إلى البند الثاني عشر ما الوظيفة التي لا تصطيع سلطة النقض الفلسطينية ممارستها؟ سك العملة وإطلافها؟ أي مما يأتي عد من النقود الخاصة التي تصدرها المصارف التجارية؟ الإلكترونية ما صيغة التمويل التي تقوم على شراء المصرف للسلعما بهدف إعادة بيعها سيمة بعد للزبون؟ المساومة ما أقدم نظام تمويل تعامل فيه المصرف الإسلامي؟ المضاربة هنا في مشكلة في المساومة بالخطأ مكتوبة أما الإجابة المضاربة اشترك صهي في عملية مرابحة لشراء صفقة من حجر البناء بقيمة تمويل بلغت 35 ألف دينار مدتها ثلاث سنوات بنسبة مرابحة عشر في المئة سنويا على أن يقدم صهي دفع مبدئية خمسة آلاف دينار فما مقدار القصد الشهري الذي سيدفعه ألف وثلاث وثمانون وثلاثة من عشر من الدينار نجي مقدار مبلغ التمويل بعد الدفع نقول المبلغ كله خمسة ثلاثين دفع منه دفع خمسة ثلاث بقية تلاتين ألف كم مقدار الأربع؟ هو بالديد يدفع تلاتين ألف ونسبة عشر في المئة في ثلاث سنوات يقدر بقية تسعة ثلاث مقدار القصد الشهري تلاتين ألف سائل تسعة ثلاث تقسيم ستة وتلاتين شهري اللي هي تلاتة ضربة معاش بطلع ألف وثلاثة وثمانون وثلاثة من عشر من الدينار في الختام نشكركم على كرم المتابعة ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر